أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا العشرين بعنوان إنسى أهداف السنة الجديدة أكيد كلنا بنعرف القصة عن الزلمة هاي اللي لاقى بيضة نسر وأخدها وحطها مع بيض الجاج وبعد فترة فأس البيض والنسر الصغير عاش كل حياته بين الجاج بيأكل مثل هون وبيقلد هون بكل شي وكل ما كان يشوف نسور طائرة بالسماء ومسيطرة على الأجواء كان بيقول لحاله أنا جاجة ومستحيل صير متر هالنسور هاي اللي طائرة بالسماء هلا العبرة من هالقصة هاي إنه أنت لازم تكون دائما شخص كتير طموح بس يا ترى شو علاقة الطموح بإنك ما تكتب أهداف السنة الجديدة يعني فكروا فيها شوي ما عنها زابطة ما هيك؟ أكيد هي ما عنها زابطة ما بيزبط أنك ما تكتب أهداف السنة الجديدة وبنفس الوقت تكون شخص طموح لهيك خلوني يشرح لكم فكرتي بالأول الشي اللي عم بحكي عنه أنا إنه أنت لازم ما تبدأ بكتابة أهدافك وخطة السنة الجديدة لحتى تعرف شي كتير مهم بالأول وهو الأسباب يلي منعتك إنك تحقق أحلامك بالسنين الماضية لهيك أول شي لازم تعرف هالأسباب وبعدين فيك تخطط للسنة الجديدة برياحتك وهذا الشي من وجهة نظري أنا هو أهم من عملية التخطيط للسنة الجديدة بحد ذاتها لهيك تعالوا نحكي عن هالأسباب أول وأهم سبب هو الحماس الزايد يعني أنت بتبدأ التخطيط بأنك تحط هدف مواقعي مثل أنه تتعلم لغة كاملة بستة شهور وبصراحة في كتير عالم بتعمل هالغلطة هاي أو حتى يمكن أغلبنا عم يعمل هيك شي لحد هلا أما السبب الثاني هو كترة الأهداف وباللهجة الشامية نحنا بنقول ما فيك تحمل بطيختين بإيد وحدة ما فيك تحمل بطيختين بإيد وحدة ومعنى هالمتل هذا هو أنه أنت ما فيك تشتغل على أكتر من هدف على أكتر من شغلة بنفس الوقت أنت لازم تحدد أولوياتك وتعرف شو هو أهم هدف لإلك وشو الثاني أهم هدف وشو الثالث وهيك هلا بعد ما حكينا عن السبب الأول يلي هو الحماس الزايد والسبب الثاني يلي هو كترة الأهداف إجا الوقت لنحكي عن السبب الثالث والأخير وهو ردة فعلنا وقت بنفشل يعني شو ما كانت الخطة تبعك منيحة وما فيها أخطاء أكيد رح تفشل بيوم من الأيام أكيد في بعض المشاكل في شوية مشاكل رح تصير معك وأنت عم تحاول تتعلم شغلة جديدة أو عم تحاول توصل لهدفك وبهالحالة أغلبنا بيئس من أول فشل أو أول صعوبة بيواجهها وبيبطل يحاول مرة تانية فلازم كلنا نعرف أنه الفشل موجود بأي شيء ممكن أنك تحاول تعمله بحياتك لهيك هو تحصيل حاصل الفشل تحصيل حاصل ولازم نتعلم من أخطائنا ونكمل طريقنا وهيك بنكون خلصنا حكي عن الأهداف الثلاثة يلي حبيت أحكي هون بهاي الحلقة بس بالحلقة الجاية رح تسمعوا نقاش بين محمد وزينب عن خطة السنة الجديدة وشو هي الحلول للمشاكل يلي حكيناها اليوم now, before the end of this episode, let's learn the most important vocabulary and expressions so, let's start with them أكيد of course أكيد أصص أصص ستوري ستوريز أصص ستوري أصص ستوريز زلم زلم من زلم من زلم من ذن نصر انصور ايقل 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 نصر انصور ايقل ايقل أخد he took and this is the infinitive أخد he took حط حط he put also infinitive حط صغير or صغير 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 so it's not صغير okay in Levantine dialect we say it صغير 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 okay so pay attention to the pronunciation of this word which is صغير 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 ثن فيك you can أول سبب the first reason أهم السبب the most important reason واقعي so here you pronounce the ق sound واقعي realistic بصراحة بصراحة or بصراحة honestly غلطة غلطات mistake mistakes also you have خطأ أخطأ which means also mistake mistakes so غلطة غلطات خطأ أخطأ both means mistake mistakes then we have أولويّة أولويّات priority priorities أولويّة أولويّات priority priorities بنفس الوقت at the same time بنفس الوقت at the same time تحصيل حاصل تحصيل حاصل inevitable inevitable تحصيل حاصل thanks for listening to our podcast and always remember if you want to join our courses or to download the free transcript files visit our website arabicfromarabs.com president اشتركوا في القناة